من ضمن الأسئلة المحيرة اللي اتسألتها كتير من شباب وبنات في سن الجواز جوازهم متأخر أعمل إيه عشان أصبر نفسي في المرحلة دي وده سؤال وحيرة طلع من إنسان صادق عنده وعي بذاته لأن البني آدم في سن الجواز الطبيعي يبقى عنده فقد لو مش متجوز والقضية مش قضية فقد للعلاقة الزوجية والعلاقة الجسدية القضية قضية فقد للرفيق وأن في مرحلة معينة الوحدة مش حلوة وحدة الأنس بقصة حب إبراهام ما أصله عالم نفسي شهير أمريكي متوفى سنة 1970 عنده هرم اسمه هرم الاحتياجات الإنسانية ده حفظ لازم تحفظه موضوع ده مهم جدا بيقول إن أقل حاجة الإنسان محتاجها خمس احتياجات أقل حاجة التنفس والأكل والشرب ولو كان في سن الجواز العلاقة الزوجية الخاصة ثم بعد كده محتاج للأمان ثم بعد كده محتاج للألفة والصداقة يعني علاقات اجتماعية جميلة وقصة حب حلوة ثم محتاج لإثبات الذات والنجاح ثم محتاج في الآخر بقى أقصى درجات يعني الإحتياجات الإنسانية الإبداع وإن يقولهم غيره إنه ينجح فالجواز ماسك الهرم ده من تحت الفوق سواء في الاحتياجات الأساسية من الأكل والشرب والعلاقة الزوجية ثم الإحساس بالأمان ثم الألفة في شريك للحياة يشترك معايا فأحزاني وأفراحي ثم الإثبات الذات والنجاح والإبداع بعد كده بيحلوه لما يكون في قصة حب بتزين الموضوع ده فطبيعي يكون في احتياج أنا بقول الكلام ده لأ إن جزء من الحيرة هو الهرب من الاحتياج ده عفكة مش فرقة معايا إن أنا جوازي متأخر لا أنا كنت بدر السكورس عن الأعباء النفسية وإزاي الإنسان يتحملها فالأستاذ المحترم الدكتوري اللي كان بيدرسنا كان بيتكلم إن أحد أكبر أسباب ثقة للأعباء أني ما اعترفش بيه أني ما عنديش معاناة ولا حاجة وهرب منه فيبقى تقيل على كدفي ومش بتعلم إزاي أعرف أشيله عشان كده ربنا في القرآن قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يستعفف يعني العفة يعني الكفاية ويستعفف السين إذا دخلت على الفعل أفادت الطلب يعني أطلب الكفاية الكفاية مع إيه؟ مع الاعتراف بوجود النقص اللي كل شوية هينقح عليك آرصد أقول إن الشباب والبنات اللي لسه متجوزوش بيعجبني جدا منهم اللي شغل حياته الشغل والرياضة والأصحاب والانطلاق في الحياة بالطريقة المباحة المحترمة جدا لكنه مش سايب لنفسه أوقات فراغ ييجي شطانه وييجي متطلباته إنما منطلق في الحياة عشان يبحث عن شيء اسمه الاكتفاء الذاتي هو بيطلب العفة من ربنا بكده وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله لكني عايز أقول له حاجة عشان ما يحترش لما يشعر بالألم لما في وسط انشغالك وانطلاقك الجميل بنفسك الشرحة دي تشعر بالوحدة أو تلاقي كابل كده ماشيين مع بعض مسكين إيد بعض متجوزين فتشعر بالإحتياج تقبله تزعلش من نفسك عادي جدا إن دمائتك تنزل على خدك وتتمني علاقة حب جميلة حلال زي ده زي دي دي أحد المتطلبات الإنسانية اللي من حقك ويمكن صعوبة الجواز في مجتمعنا اللي قدت لحاجة زي كده لكن في الآخر من حقك تشعري بالوحدة وانت كمان من حقك لكن سرعان ما هتطلع بيها بذكر ربنا سبحانه وتعالى وبالدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يرديك بالواقع اللي انت فيه حتى كان سلنا النبي دي دعوة جميلة قوي وكأنها دعوة كل إنسان متأخر علي رزق معين كان يقول اللهم رضني بما قضيت لو في حاجة متأخرة ومش موجودة وانت واخدها مني رضيني بالقضاء ده اللهم رضني بما قضيت وعافني فيما أبقيت خلي اللي موجود حلو في عناية حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت أبقى راضي بالحال اللي نفيه يبقى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا لو أنت حيران ومش عارف تعمل إيه وعايز تصبر نفسك أولا اقبل وضعك اقبل أنه فيه احتياج ما ترفضوش ولا تنكروه ثم أطلب العفة يعني الكفاية بشغل وقتك بحاجات أنت بتعرف تجدها وتستمتع بيها ثم قبل لحظات الوحدة وما تفتكش أنك ضعيف أو عندك احتياج زيادة عن الناس ده طبيعي جدا بكده هتتعامل مع المشكلة وهذا العبء وهذا الاحتياج بأحسن طريقة ممكنة وفي كل ألم بيتألم الإنسان أو انتظر للفرج أجر كبير من مالك الملوك أتمنى كن قدمت في الموضوع خلاصة تريح بال كل حائر ولا يبقى لنا إلا اللجوء لمالك الأرزاق وصاحب العطاء والذي يقول للشيء كن فيكون والذي أمره بين الكافي والنون إنه يرزقنا كل ما نتمنى وكل ما تأخر علينا شكرا